أماما الآن صور تأتينا من منطقة تركية تدعى أديامان يبدو أن يعني رجال الإنقاذ وفقوا في استخراج حي يعني لسنا متأكدين إنما طريقة تعاطيهم حتى الآن يبدو أنه شخص حي يعني ربما هذه الصور تشبه المعجزات الزلزال وقع قبل سبعة أيام فجر الاثنين الماضي في الرابعة فجرا يعني كان لدينا الخبر العجيب أنه تم صباح اليوم إنقاذ طفلة بعد 150 ساعة كان هذا الخبر صباح اليوم الآن نحن أمام إنقاذ روح جديدة في تركيا في مكان يدعى أديامان نذكر فقط بأن الكارثة أرقامها مخيفة نتحدث عن انهيار 25 ألف مبنى في أربعين ثانية تقريبا مدة الزلزال الأول الذي كانت قوته 7.8 رختر وضرب تركيا والناس نيام في الرابعة فجرا فكان الكل في بيته يعني بارك الله يعني في فرق الإغاثة والإنقاذ التي تعمل حقيقة في جهود أو في ظروف صعبة للغاية بمناسبة هذه الأعمال الإغاثية تتوقف في اليوم أكثر من مرة لاستمرار الهزات الارتدادية تركيا وحدها شهدت منذ أسبوع حتى الآن أكثر من ألفين ومائة هزة ارتدادية حينها يتوقف عمال إغاثة عن العمل وعن التنقيب ونعلم كذلك أن أكبر فريق إغاثة في العالم في التاريخ موجود الآن في تركيا أكثر من 140 ألف منقض من عشرات الدول